طبعا أتوقع كلكم سمعتوا بتسريب تريلر جي تي اي سيكس بالأمس إذا سمعتوا فهذا يعني أنكم متابعين حسابي على تويتر إذا ما سمعتوا فهذا يعني أنكم منتم متابعيني على تويتر فنصيحة مرة أخرى قبل ما نخش في العميق وفي عمق أكتوبر تابعونا إلى حسابي في تويتر ومظاهر لكم الآن دائما نغطي الأخبار هناك أول بأول قبل ما نبدأ كل اللي راح نتكلم عنه في فيديو اليوم لحد الآن هي مجرد شائعات لكن شائعات حسيت إنها جديرة بالذكر ولازم تعرفونها لأنه فيها العديد من النقاط المميزة لا تفتشون وتتناقشون حول صحتها ما صحتها اللي عليكم الآن إنكم تسمعوها وصحتها راح تبان معنا في الأيام القليلة القادمة تمام؟ تمام أوكي بالأمس انتشرت مقالة في موقع فورشان للتسريبات لشخص الدعي إنه شاف تريلر جي تي اي سيكس وشاركنا ببعض المعلومات ورؤوس الأقلام اللي شافها وقدر يسجلها وإليكم إياها التريلر راح يكون في 26 أكتوبر 2023 واللي صادف يوم الخميس طبعا من المتوقع يا أخوان قبل 26 أكتوبر تبدأ التلميحات وتغيير اللوغو وإلى آخره وفي 26 أكتوبر ينزل التريلر الرسمي للعبة بعدها ذكر إنه تريلر مدته دقيقة ونص ونعم أغلب تريلرات روكستار جيمز خصوصا تريلرات المشاريع تكون ما بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص النقطة اللي بعدها ذكر إنه الأغنية اللي سمعها كانت لاتينية بحتة وكانت من نوع الفانك أوكي إليكم جزئية بسيطة لأغاني الفانك عشان تكون عندكم فكرة بسيطة طبعا مو شرط تكون مثلها بالضبط الأهم إنه وصلتكم فكرة أغاني الفانك اللاتينية بعدها ذكر إنه في التريلر هناك صوت امرأة ومتوقع يكون للوسية وهي تقول هذه المدينة لديها طرقها في الوصول إلى أحشاءك وسرقة روحك بالطريقة الصعبة كما تعلم بعدها صوت رجل يرد عليها ومتوقع يكون جيسون قائلا نعم لكن من يحتاج واحدة منهم على أي حالة يكصد الأحشاء والروح يبدو يا أخوان إنه هناك شخصية ريفارية مجنونة جديدة قادمة لنا في جيتي اي سيكس مع جيسون ووضح إنه شخصيته جدا جدا يعني همجية وبنكية زي تريفار بعدها ذكر بعض الأشياء اللي يتذكرها وظهرت في التريلر على سبيل المثال شف سيارتين يتسابقون دراق ريس ودراق ريس اللي ما يعرفوا هي سيارات تسابق فيما بينها في مسار واحد قصير وظاهر لكم بعض الأمثلة ظهر أيضا جيسون وهو يقود فان بورت أو ما يعرف بالاير بورت وهذه هي صورته واللي يفتكرون التسريبات مباشرة افتكروا إنه يب جيسون ظهر بواحدة مثلها في تسريبات جيتي اي سيكس الرسمية كذلك في التريلر ظهرت مجموعة من التماسيح على سطح البحر والموجودة في الكيز وإلى آخره وفلوريدا مايامي فيس سيتي مشهورة بكثرة التماسيح فمن الطبيعي جدا إنهم يظهرون في التريلر لأنها من أحد معالم فيس سيتي مايامي فيلوريدا كذلك ذكر إنه شاف سحالي إليغوانا على شاكلة التماسيح أيضا ذكر إنه بهرت لقطة لكرنذال غنائي كبير وفيه نساء يرقصون والحقيقة يا أخوان إنه مايامي مدينة غنائية بحتها وتقام فيها أنواع الحفلات الغنائية فما رح استغرب إنها رح تظهر في التريلر بهذا الشكل كذلك ذكر إنه في لقطة لشخص يسقط من منارة المدينة كذلك ظهر سباق أحصنة وجماهير تشجعون ويراهنون هناك مشاهد مختلفة للنوادي الليلية وناس يرقصون فيها ظهرت لقطة لرجل بملابسه الداخلية يجري في الشارع وفي يده حنش أو ثعبان كذلك ظهر في التريلر ناس قاعدين في قواربهم وقاعدين يصيدون أسماك ظهرت كذلك حفلة نارية ملتهبة على شاطئ ضاي سيتي وبما إنها في الشاطئ فبكل تأكيد ظهرت لقطة لرجل أمن الشاطئ وهو معذل ويجري كذلك ظهر شخص لابس قناعة مساح وظهرت لقطة أخرى للفيرس ويل واللي ما يعرفها هذه هي صراحة ما أدري إيش اسمها بالعربي لكن ظاهرة لكم الآن وظهرت في التريلر ظهرت لقطة أخرى لشخص يقفز من طائرة تظهر لقطة أسطورية ورهيبة جدا للوسية وهي تضرب أحد الأشخاص بعصاء البيسبول ظهر شخص ليس جيسون بشعر طويل يتزحلق فوق كبوت السيارة وفي ظهره شنط رياضية تظهر لقطة أخرى لشرطيان وهما يأكلان الدونات ومتكين على سيارة الشرطة وبما إننا على طار الشرطة ففي التريلر هناك لقطة مطاردة شرطة لبعض السيارات وفي ختامة تريلر تظهر تراطيع في الليلة وفي نهاية المقالة ذكر إنه التريلر لم يحمل موعد إصدار للعبة واللوغو بنفسجي مع لون بنكي متدرج وحرف الفي من الفي آي كان عادي بلا زغرفات وحركات أوكي صراحة صراحة يا أخوان لما أطالع في التريلر وأتخيلوا في راسي بناء على هذا الكلام أشوف الكثير من لمسات روكستار جيمز اللي تحبها وتحب تحطها في تريلراتها أبغاكم ترجعون تشوفون أول تريلر لردد ريديمشن 2 وتقارنوه مع النقاط اللي ذكرناها من تسريب تريلر جيتا اي سيكس رح تلاحظون التشابه الكبير جدا بين حركات روكستار جيمز في تريلر ردد ريديمشن 2 وتريلر جيتا اي سيكس المسرب التشابه نعم ممكن يكون بسيط لكن واضح جدا 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 لكن لكن في التريلر هذا في بعض الأشياء متغيرة في طريقة روكستار جيمز ونهجها في تريلراتها الأولى تحديدا طبعا بحكم خبرتي في روكستار جيمز وتريلراتها دائما دائما في التريلر الأول يكون التركيز على أجواء اللعبة والمدينة واستعراض جمالها وفعالياتها وش يميزها وإيش رح تقدم ويعطوك فكرة بسيطة عن الشخصيات الرئيسية لكن بشكل مبهم عشان تقعد تفكر وتحلل مين هذولا وتسأل نفسك مجموعة من الأسئلة حولهم وبعدها يعطوك شعار اللعبة والتريلر يكون قرابة الدقيقة فقط لما تجي تطالع في تريلر جيتا اي سيكس المسرب رح تلاحظ أن بعض النقاط ذكرت ظهور الشخصيات وقيامهم لبعض الأشياء مثل ضرب لوسية لأحدهم بالعصاية وجيسون يسوق الايربورت وإلى آخره طبعا ظهور الشخصيات بأشكالهم الرسمية غالبا مع روكستار جيمز ما يكون في التريلر الأول وغالبا غالبا يكون في التريلر الثاني أو الثالث طيب صالح ليش تريلر جيتا اي سيكس المسرب ظهروا فيه من أول تريلر طبعا في الأول والأخير هي لحد الآن شائعات لا تطفشون نفسكم في التفاصيل الكثيرة والأسئلة الكثيرة لكن لو بعطي سبب بقول التسريبات للأسف مع تسريبات جيتا اي سيكس سرنا نعرف أشكال الأبطال أسماءهم أصواتهم وإلى آخره فمن الطبيعي جدا وبحكم علم روكستار جيمز بهذا الأمر إنها تغير طريقة إعلاناتها ونهجها بسبب التسريبات ناهيكم أيضا عن تغير الإدارة طبعا مع تغير الإدارة تتغير الأفكار وإلى آخره لكن مبدئيا يا أخوان لحد الآن هي فقط شائعات ما في شيء مؤكد ولا تتحروا في صحتها فقط تسمعوها وصلى الله وبرك وصحتها رح نعرفها في 26 أكتوبر بعد 10 أيام فنعم يا أخوان هذه هي جميع معلومات تريلر جيتا اي سيكس والقادم قريبا جدا وتحياتي وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا تسريب تريلر جيتا اي سيكس وقمنا بتحليله بشكل بسيط وشاركناكم إياه شاركونا أراكم في خانة التعليقات هل تتوقعون التريلر رح يكون بهذا الشكل وفعلا التسريب صحيح ولا خلاف ذلك شاركونا أراكم في خانة التعليقات تركوا يصلنا معاكم من هاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة